وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى هذا اليوم إلى مدينة سوتي الروسية ليبدأ جلالته زيارة رسمية لروسيا الاتحادية الصديقة ويجري الملك المفدى خلال زيارة مباحثات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية تتناول علاقات الصداقة والتعاون الطيبة الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيز وتوسيع أفاق التعاون الثنائي المشترك في المجالات المختلفة إضافة إلى مجمل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى لدى وصوله السيد أناتولي باكموف محافظ مدينة سوتي وسعادة السيد أحمد عبد الرحمن السعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية وسعادة السيد فاكيف قرايف سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة وعدد من المسؤولين في مدينة سوتي رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحالة رسميا الاتحادية لدى المستجدات الإقليمية والمستجدات 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 الإقليمية والم